اهلا بكم ابنة حاكم دبي المحتجزة تحصد اهتمام الناشطين واختراق صفحة جامعة تل ابيب في فيسبوك بالاعلام الفلسطينية في الكويت حملة على وزير الصحة بعد قوله ان كورونا ستبقى الى يوم القيامة وكيف استطاع مواطن صيني ان يزور لقاح كورونا ويتحايل على الجميع مع زميلي نظر فارس سنستعرض تفاعلاتكم مع هذه المواضيع وغيرها في هذه الحلقة من انتم اونلاين اهلا بك نظر نظر كثيرون ربما لا يعرفون ان لدى حاكم دبي ابنة محتجزة ولكن لماذا عادت قصتها الى الواجهة من جديد اليوم طبعا القصة يعني تعود الى سنوات في عام 2018 هي اسمها شيخة لطيفة المكتوم هي ابنة حاكم دبي محمد الراشد المكتوم وهي كانت حاولت الهرب من دبي في عام 2018 وتم القبض عليها واعادتها الى دبي وعندها يعني تم الحديث عن ان حلت المشكلة وانه هي يعني ضمن اطالوسة طبعا هي كانت تطالب بموضع مرتبطة بحرية المرأة وقيادة السيارة وما الى ذلك وقالت انها ممنوعة من هذا الامر الآن يعني الذي يجدد الموضوع انه بي بي سي نشرت فيديوهات قامت لطيفة بارسالها الى اصدقائها من مكان ما قالت عنه انه احتجازها هي ربما فيلا في دبي تنتمي احتجازها بها ويعني ما نقلته هي انه الحراس او من يحرسونها يمنعونها من الخروج او التنفس وحتى يقولونه انه سيمتتد سجنك الى الابد هذه الفيديوهات حصلت تفاعل كبير على السوشال ميديا نبدأ بمشاهدة الفيديو اللذين اشرته بي 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 سي هذا الفيديو من ثلاثاري لأنه الشخط المدرن يمكن تقلق القابل للقابل لأكي لأنني لا يمكنني تقلق القابل للقابل لأكي لست خطر لذلك أنا في فيلا أنا محاولة وهذا فيلا كانت محاولة إلى محاولة كل المنزلات يتبعون لا أستطيع أفتح أي محاولة هناك 5 محاولين من الخارج و 2 محاولين من الخارج و لا أستطيع أن أذهب لأحاول لأحاول محاولة لا أعرف أين سأخذ وما هي المحاولات عندما سأخذ كل يوم أنا أخذ بالأسفة في حياتي لا أعرف إذا سأخذ هذه المحاولة نظر الناجطون ركزوا على ما تضمنه هذا الفيديو وأجر مقارنة مع ما تدعيه الإمارات وما جاء في هذا الفيديو من تضييق على الحريات هذا المغرد كتب هذه ابنة محمد بن راشد المكتوم الذي صدع رؤوسنا بذكر محامده زوجته في بريطانيا خوفا على ابنائها منه وبنته محتجزة منذ أعوام لإطلاعها على أسرار مرعبة وتصرفات كارثية هذا الذي وصل للمريخ أما حصة فكتبت تناقضات شديدة في الإمارات حيث يدعون التسامح والسعادة بينما نجد هناك معتقل رأي وهم أحرار الإمارات وصفوة المجتمع بل حتى لطيفة بنت محمد بن راشد لم تسلم من الاعتقال صحيح يعني يحمد هناك كثير من الانتقادات الأممية لما وضع حقوق الإنسان وحقوق المعارضة وحرية الرأي والتعبير في الإمارات طبعا الإمارات تصدر عن نفسها أنه يعني صورة نمطية أنه هي بلد السعادة وبلد يحترم الانفتاح والحريات طبعا رامي كتب هنا عن نشر الفيديو وكتب الإمارات هي بلد السعادة كما يظن بعض المخدوعين كما سماهم طبعا الأمر يعني كان له صدى عالمي سريعا من منظمات الأمم الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة يعني تفاعلت مع الموضوع الأمم المتحدة قالت أنها سترفع قضية احتجاز الشيخة لطيفة وستقوم بعملية استجواب أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لهم المتحدة قال أنه سيستجوب الإمارات بشأن الشيخة المخطوفة وأيضا متحدث بسم مجموعة العمل التابع لهم المتحدة المعنية بالاحتجاز القصري قال أنه سيبدأ وتحقيق بمجرد تحليل المقاطع الفيديو التي تم نشرها نحن نعيش اليوم في عصر مواقع التواصل الاجتماعي من خطابه يوم أمس في ذكرى القادة الشهداء للحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث عن حملة ممنهجة وجيوش إلكترونية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤها لإثارة الفتنة في لبنان السيد نصر الله تحدث عن خطة مقابلة ووضع ضوابط على جمهور المقاومة الالتزام بها نشاهد ماذا قال السيد نصر الله أدعو جمهور المقاومة وجمهور المحب لهذا الخط ولهذا الطريق في هذا الجزء اللي اسمه صباب وشتام وإهانات وتعابير ونابية أدعوهم إلى عدم المقابلة بالمثل يعني نحن لسنا سبابين ولسنا شبتامين وبالتأكيد هذه ليست دعوة إلى السكوت أبدا هلأ حيحكي بالشق التاني ولكن غالبا غالبا ما عم بيصير هذا لكن أحيانا ممكن نتيجة الانفعال حدا بموءع تواصل حدا بمؤابة إعلامية قد يستعمل عبارة أو كلمة فيها شتم فيها سب فيها كلام نابي نحن يجب أن نكون متنين وعقوياء ومنسجمين مع إيماننا وقيمنا الأخلاقية طبعا أحمد هذا الأمر الذي يتحدث عنه سمحت السيد هو مرتبط بربما الحملة التي كانت مقتل ناشط لبناني وما أثير حولها وكثرة الاتهامات الخصة التي وجهت إلى بيئة المقاومة والاستفساز الكبير الذي توجه له طبعا كان هناك صدى لكلمة فورا على السوشال ميديا الكثيرين علقوا وكتبوا حول الموضوع وأبدوا التزاموا بهذا الموضوع وبدأوا حتى يوضحون ويوعون بهذا الأمر هنا نبيه مثلا كتب نعم لقد كان خطاب السيد نصر الله في غاية الهمية ومن المهم العمل بتوصيات وتعليمات سماحته فيما يخص الانضباط الأخلاقي والالتزام الديني على صعيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانحراف عن المسار الذي تمثله ثقافة المقاومة والنهج الحسيني أيضا حساب شهيد كتب بدنا نكون كتير دائئين وكتير حارصين أدعو إلى الخضور بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي لكن بشروط الأدب الأخلاق التعبير المناسبة عدم الإساءة إلى رموز الآخرين التعاطي بوعي تحمل المسئولية واستخدام الحجة والتدليل ونشر معي هذه الصورة التوضيحية لما كتبه أيضا هذا المغرد كتب على ما يبدو سماحة السيد حسن نصر الله يتابع تويتر من مواقع التواصل الاجتماعي رسالة حب من جمهور التويتر للسيد حسن نظر في خطوة لافتة جامعة تل أبيب عادت فلسطينية لوقت قصير نعم القصة مرتبطة بأن هاكر ربما فلسطيني قام ب اختراق الصفحة رسمية لجامعة تل أبيب الإسرائيلية وهي ربما من أكبر الجامعات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وقام بصفحتي على فيسبوك كما نشاهد وقام بنشر أعلام منظمة التحرير الفلسطينية والعلام الفلسطيني وكتب الحرية لفلسطين بعدة لغات طبعا هذا الأمر كان تفاعل معه للنشاطاء الإسرائيليون وأيضا فلسطينيون هنا ربما هذا الناشط الإسرائيلي أينوم بن شوشان كتب بلغة العبرية بعد نشر هذه الصور للصفحة المخترقة يقول هذا المستوطن صفحة جامعة تل أبيب على فيسبوك تعرضت للقرصنة أيضا وعد كتبت قالت المهم بعد التحرير بدنا نسمي شارع بالشيخ مونس على اسم الهكر الذي اخترق صفحة جامعة تل أبيب الجامعة المبنية على أنقاض قرية شيخ مونس المهجرة أيضا تالا كتبت حين تصبح إسرائيل لعبة في أيدي الفلسطينيين وحين يستطيعون أن يدخلوا إلى صلب كيانها ويستبيحوه بهزء وهدوء وحين نضحق على بلاهة كيانهم حينها نستطيع أن نقول إنها بداية النهاية لإسرائيل أيضا نقرأ هذه التغريدة هاكر يتمكنون من اختراق صفحة جامعة تل أبيب على الفيسبوك عبال ما يخترقوا دولتهم كلها أيضا نحمادي للولادة المتحدة الأمريكية يعني بعد أنه غاب ربما فترة قصيرة عن الطلاة الإعلامية وعن تصريحات مثيرة للجدل الرئيس الأمريكي السابق دولالد ترامب منذ تنصيب الرئيس الجديد جو بايدين لم يصرح بالأمس كان لديه تصريح واللافت أن التصريح والبيان كان موجه ضد زعيم الجمهورين في مجلس في الكونغرس الأمريكي نتش مكونن الذي كان وقف بالمسؤولية حول تحريض الحجد الذي قام باقتحام مبنى الكونغرس عندما كان رئيسا وبيان الرئيس سابق ترامب كان لاذا اعتجاها مكونن قال لن يكون محط احترام وحرفية أو قويا مجددا مع زعماء سياسيين من أمثال مكونن وقال أنه وصف شخصيته بالشخصية الكالحة والكائبة هذا البيان تم تناقله عبر السوشال ميديا هنا جيمة كوستاث الصحفي الأمريكي نشر البيان صيغة البيان كاملة واقتباس منه إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيبقون مع مكونن فلن يفوزوا مرة أخرى أيضا هذا الحساب ريكس يقول من الغريب رؤية ترامب ومكونن يتقاتلان ضد بعضهم البعض كنت تعتقد أن الشيطان سيتدخل ويذكرهما أنهما في الجانب نفسه طبعا الغالب أنه الانتقادات كانت الشخصيتين سواء مع بعضهم أيضا هذا الحساب كتب يحاول دونالد ترامب ومتش مكونن الآن بشكل علني تدمير بعضهما البعض وهذه هي بالضبط النهاية التي يجب أن تكون هو نزاع جمهوري جمهوري وليس جمهوري ديمقراطي كما شاهدنا خلال الانتخابات الرئاسية جلين كريشنر كتب في تغريدة على موقع تويتر وقال بالنسبة لأي شخص يحتفل بتصريح متش مكونن بأن ترامب مسؤول أخلاقيا وعمليا عن التمرد تذكر أن هناك مكانين لا تعني فيهما كلمات ميتش مكونن شيئا في المحكمة وفي مكان آخر أما هذه التغريدة فقالت صاحبتها لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث الكابيتول هكذا قال مكونن كانوا يعرفون أن ترامب مذنب لكن لم تكن لديهم الشجاعة لمعارضته أما التغريدة الأخيرة فلهذا الحساب الذي يقول لأول مرة في حياتهما كان كل من ترامب وما كونيل يقولان الحقيقة مواضيع كثيرة سنتابعها في هذه الحلقة من أنتم أونلاين ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من أنتم أونلاين كثيرون يبحثون عن بارقة أمل في ظل أزمة كورونا خصوصا مع بدء عملية التلقيح في العديد من الدول ولكن تصريح لافت أتى من وزير الصحة الكويتي أخبط كثيرين خصوصا في الكويت عندما قال أن هذه الجائحة سوف تستمر إلى يوم القيامة تصريح كهذا طبعا لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بداية نشاهد هذا التصريح متى تنتهي هذه الجائحة الجائحة ما رح تنتهي كوفيد 19 معنا إلى يوم القيامة كوفيد 19 طلع من مسألة السيطرة الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج من لن يتحصن رح يكون بارس كوفيد 19 موجود طبعا أحمد التصريح لافت كان هناك تصريحات من نظامات مختصة في موضوع الطبي قالت أنه ربما يكون معنا لفترة طويلة كورونا لم تحددها بعض قال سنة ربما سنتان بعض قال سنة يجب أن تعيق تعداد الحياة على الوجود كورونا ولكن يوم القيامة لا ندري ما قصد وزير الصحة الكويتي ربما يعرف أنه يوم القيامة قريب لا ندري الموضوع طبعا على سوشال ميديا وخصوصا في الكويت أحمد كان هناك تفاعل كبير وانتقادات كثيرة وكما قلت لم يمر مرور الكرام بل كان هناك احتفاء كبير به هنا مثلا هذا المغرد الكويتي كتب تصريح وزير الصحة الكويتي بخصوص جاعة كورونا نفسيا محبط جدا وغير موفق لا في التصريح ولا في التوقيت والعلم عند الله وهو أرحم بعباده أيضا دكتور صفوق كتب الحقيقة لا يوجد وباء على وجه الأرض لم يهني الرحمن سواء بعلاج أو لقاح أو بدونها وإلا أبيدت البشرية منذ عصور مضت قضية وجود الفيروسات قضية أزلية نعايش ونتعايش معها بين زكام ونزلات برد وغيرها لكن بقاء وباء كمرض منتشر غير صحيح أبدا فإما مناعة طبيعية أو مناعة لقاح وقال لا ترخوا أذانكم أيضا هنا أستاذ فيصل كتب تصريح وزير الصحة بشأن الفيروس مستمر إلى يوم القيامة تصريح غير مسؤول ينم عن ضعف الوعي السياسي للوزير ويناقض عديد من الدراسات التي تتناول سيناريهات انتهاء الجائحة ولكن خيارات الاختيار الوزير محتكرة ولا تخضع لأي معيار كما يقول على سبيل السخرية هناك بعض الكويتيين الذين طلبوا بلقاح ضد هذا التصريح الذي يدعو إلى أن كورونا ستبقى إلى يوم القيامة ومنهم ابنة الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا التي انتقدت بشدة كلام وزير الصحة نشاهد ماذا قالت ما في جائحة تستمر إلى الأبد على فكرة دائما تأخذ وقتها أوكي وتروح بإذنه تعالى وبس ما في شيء يستمر إلى يوم القيامة جائحة تستمر إلى يوم القيامة هذه أنا أول مرة أسمع عنها أوكي فبالتالي معاني وزير الصحة أنا محتاجة لقاح ضد هذا التصريح وإذا لقيت هذا اللقاح أنا باتر أسجل في منصة لقاحات ضد تصريح يوم القيامة أيضا أحمد ننتقل إلى الصين التي بدأ منها وباء كورونا أيضا اليوم يعود الحديث عن الصين ولكن من منظر مرتبط باللقاحات المزيفة طبعا السلطات في بكين أعلنت أنها بصدد التصدي للقاحات المزيفة وفي هذا الإطار أعلنت أنه تم القبض على زعيم عصابة تمكن من التحاول على مستشفيات وأشخاص خارج الصين عن طريق إعطائهم وبيعهم لقاحات مزيفة طبعا هو قام ربما بدراسات حول شكل اللقاحات عبوات اللقاح وقام بتزويرها وضع بداخلها أملاح معدنية ومياه ربما وقام بتوزيعها وبيعها طبعا لم يتم تحديد ما هي الدول التي انتشرت فيها هذه اللقاحات ولكن تم الحديث عن 58 ألف عبوة هذا الرجل يعملون معه حققوا أرباح تقدر بـ 3 ملايين دولار حتى أن هذه اللقاحات المزورة تضر بسمعة اللقاحات الحقيقية في حال تم استخدامها في هذه الدول التي تحدث طبعا يقال أن هناك ربما أكثر من 70 شخص تم القال قبض عليهم يعملون بهذا الأمر وهناك ربما الأمر مستمر بمحاربة هذا الموضوع هذا الأمر انتشر عبر السوشال ميديا وكان هناك نقاش حوله لأسف أن هناك أيضا نوع من العنصرية تجاه الصين وكان هناك اتهامات لها على رغم أن السلطات الصينية هي من تقول أن تحارب هذا الأمر طبعا هنا هذا الحساب كتب قام السيد كونغ هو الزعيم العصابة الذي تم القبض عليه و70 شخصا آخر مثله من الصين بعمل لقاح مزيف بحثوا عن التغليف وأعادوا توليفه وملأوا فيه محلول ملحي ومياه معدنية وابعوه إلى البلدان على شكل لقاحات من خلال القنوات الداخلية أيضا هذا الحساب كتب هنا بهذا التعليق قال قبل أيام قليلة هو باكستاني ربما هذا الحساب قبل أيام قليلة كان وزير الخارجية الباكستاني يشكر الصين على لقاحات مجانية تحيا صداقة الصين وباكستان طبعا يضحك أيضا هنا هذا الحساب قال سأكون غاضبا أكثر من احتباس الماء والانتفاخ من المحلول الملحي أكثر من عظم حصولي على اللقاح الفعلي البشر مخلوقات مروعة يقول هذا الحساب بهذه التغريدة الساخرة أما هذا المغرد فقال وكأن إنشاء كوفيد 19 لم يكن كافيا بالإضافة إلى النصابين والمحتلين بين مزدوجين من كسب في أزمة كورونا وكان أكثر المستفدي من هذه الأزمة نتحدث على صعيد المادي تحديدا وعلى صعيد المادي أحمد نتحدث أن هناك كثيرين كثر حول العالم يعني أزمة الاقتصادية التي تسببها الوباء ربما نتحدث عن أزمة الاقتصادية لم تتمر منذ الأزمة الاقتصادية في عام 1929 بمعدلات تراجع كبيرة بالاقتصاد العالمي في كثير من الدول حتى الاقتصادات الكبرى نتحدث عن 4 إلى 8% تراجع في الاقتصاد العالمي ولكن دائما كما كل الأمور يعني الأصحاب المكاسب الكبيرة هم أصحاب الأموال أو رؤوس الأموال الكبيرة الشركات الضخمة ربما كان هناك نصيب لشركات تكنولوجيا العملاقة أيضا التي استفادت من العمل أونلاين يعني وكثير من التطبيقات حول هذا الموضوع طبعا الأمر تحدثت عنه صحيفة فرنسية وقالت أنه بين عامي 2020 و2021 لن تكون ذكرى سيئة للمريارديريات الذين يعدون أكبر مستفدين من تسرب السيولة من البونك المركزية لدعم الاقتصادات المحلية يعني كنت أعتقد أنني أنا من سأقع في فخ هذه الكلمة ولكن وقعت أنت بها هي كلمة صادمة بكل أحوال ولم نستم تعويض مع تدين عليه نعم الصحيفة هي لنوفيل أوبسرفاتور الفرنسية هي التي نشرت هذا التقرير وتحدثت بالتفصيل عن المستفدين من هذه الجائحة للأسف ومنهم أصحاب الملايين ويقول الخبراء أيضا أن الصين هي الرابح الأكبر من الوباء على جميع الجبهات السياسية الاقتصادية والديبلوماسية فقد اتخذ الصينيون كل الخيارات الصحيحة أيضا من الأشخاص الذين حققوا أموالا طائلة بالطبع فهم خبراء الجل المعقم الذي انتشر بشكل كبير كأحد الطرق للوقاية من هذا الفيروس في منطقة الشرق الأوسط هناك عاصفة ثلجية اقتربت من بلاد الشانس في لبنان في سوريا رأينا الثلوج التي تتساقط ولكن لم تصل إلى حد الخطورة الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية صحيحة أحمد في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن الجنوب الأمريكي تقريبا بشكل أساسي بولايات تكساس تعرض منذ يوم أمس إلى عاصفة ثلجية كبيرة وانسب درجات حرارة متدانية جدا كانت تسبب في قطع الكهرباء على ما يزيد على خمسة ملايين إنسان في أنحاء الولاية وعلى ما يقرب من أربع ملايين شخص في مدينة تكساس بالتحديد وكان هناك حديث عن أنه شخص إلى ثلاث أشخاص قتلوا نتيجة هذه الموجة البرد الغير مسبوقة طبعا كان هناك حديث في الولايات المتحدة حول الموضوع ونشر الكثير من الفيديوهات وأتفاعل عبر السوشال ميديا وأيضا كان هناك فتح تحقيق فدرالي بالسبب الذي على أساسه تم قطع الكهرباء ولماذا تعطلت المنظومة الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر وهناك ربما نزاع سياسي حول الموضوع ما يعنينا على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك هذه التغريدات قناة NBC كتبت انقطع تيال الكهربائي عن الملايين في تكساس يوم الأربعاء وسط طقس جوي شتوي وتهديد وشيك بحدوث مزيد من الجليد في جزء من الولاية وأجزاء من الجنوب أيضا هذا الحساب نشر فريد طويل حول موضوع الكهرباء وناقشه بشكل معمق نأخذ أمنه سريعا لا أعتقد أن الناس يفهمون مضى ضخامة مشكلة الكهرباء في تكساس يتحدث الكثيرون عن كيف أن الطقس غريب وأنه غير متوقع لم يكن كذلك حدث هذا مسبقا في عام 2011 حيث اضطرت شركة الكهربائي إلى قطع تيال الكهربائي عن مليون منزل على الأقل في تكساس خلال موجة البرد في 2011 وشهد ذلك العام درجات حرارة غير مسبوقة وكانت أكثر برودة من هذه الموجة أيضا الكثيرون نشروا صور وفيديوهات حول تكساس وعن الجو العاصف وعن الجليد وعن الثلوج وربما الطرقات المقطوعة أيضا من المقاطع الفيديو التي تناقلها المغاردون الأمريكيون هذا الفيديو لأعصار فوق بحيرة شرق تكساس وشهد الأعصار فوق الأرض والمياه لبضع دقائق كما نشاهد قبل أن يتبدد على الرغم من درجات الحرارة المكونة من رقم واحد والثلوج على الأرض أيضا تساقط الثلوج أفقد بعض الناس في تكساس عقولهم كما نشاهد في أحد مقاطع الفيديو حيث يمارس أو مارس بعض المواطنين بعض الرياضات الغريبة على بعض الأسطح كما نشاهد ربما الناس عبرت بطرق مختلفة عن فرحها وربما انزعاجها من الثلوج المتساقطة متساقطة في تكساس وتتحدث ربما عن أوقات طويلة الأشخاص محتجزين في البيوت بسبب كورونا أيضا فعبروا عن حفلوا بالتلج بهذه الطريقة ننتقل أحمد إلى موضوع رياضي سريعا بالأمس كان هناك مباراة بين فريق برشلونة الإسباني وبريستان جمال الفرنسي كانت في ضمن ذهاب ثمن نهائي دور أبطال أوروبا هذه البطولة التي تحظى بمتابعة كبيرة حول العالم والمباراة التي غريمين تقليديين وفريقين كبيرين المشكلة أنها انتهت بخسارة مدوية كبيرة لبرشلونة بأربع أهداف مقابل واحد وكان هناك كثير من النقاش حولها عبر السوشال ميديا خصوصا مع تألق اللاعب الفرنسي كليان باب بي في هذه المباراة طبعا يعني كثير من المحللين كتبوا على الموضوع وتذكروا لماذا هي خسارة كبيرة يعني البعض قال أنه هناك بنفس البطولة في خسارتين متتاليتين بأكثر من ثلاثة أهداف كان المباراة الماضية في الدور الماضي مع يوفي الإيطالي وكانت بي أيضا بثلاثة أهداف مقابل صفر ويعني هذا الحساب مثلا كتب مثلا برشلونة خسر المباراة المتتالية في دور أبطال أوروبا وكاس أوروبا لأول مرة في تاريخه هذا أيضا هي المرة الأولى التي يستقبلون فيها ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة متتالية على أرضهم وهذا أمر تاريخي أيضا هذا الحساب يعني تحدث عن ميسي الذي اعتبر بعض أنه بائس وربما يرحل قريبا عن برشلونة هذا أمر يحكي عنه كثيرا في الصحافة العالمية قال من المحتمل أن يكون ميسي قد لعب آخر مباراة له في دور أبطال أوروبا في كامبنو الملعب الشهير لبرشلونة انتهت إحدى أكثر القصص رومانسية وإلهاما في كرة القدم بأكثر الطرق مرارة وصدمة أيضا هذا الحساب يعني تحدث عن مبابيوة يعني بالتحديد عن شابه بابن كما قال ابن رونالدو لأنه رونالدو أيضا كان وضع هدفين في مباراة سابقة مع برشلونة وقال قام رونالدو ونزله بتأدي برشلونة وشبح ميسي في كامبنو في مقابل انتقادات لميسي كان هناك إشادة في اللعب الفرنسي هذا المعلق الإسباني نشر صورة لمبابيوة مع تعليق الملك ربما نحن دخلنا في فترة انتقالية بعالم كرة القدم حيث كانت مقتصرة على نجمين ليونيل ميسي وكريستانو رونالدو اليوم نحن أمام حقبة جديدة على مواقع الميدين أيضا كان هناك تفاعل من قبل المغردين حول نتيجة المباراة على تويتر وفيسبوك طبعا سريعا كان هناك أمس فورا زملاء في قسم الرياضة نشروا هذا السؤال للمتفاعلين سألوهم كيف تصفون مبابيوة بعد الهاتريك في مرموة برشلونة كان هناك الكثير من التعليقات البعض وضع صور البعض قال أنه كان منور بالهاتريك وكانه يلعب للريال مدريد والبعض قد تحدث عنه أنه سيكون صفقة قادمة لريال مدريد نذكر سريعا بحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هنا تويتر وأيضا فيسبوك فيسبوك الرياضة وأيضا فيسبوك العادية الأخبار وأيضا على انستغرام ومواقعنا باللغة العربية والاسبانية نظر شكرا جزيلا لك الشكر موصول لكم مشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة من أنتم أونلاين نلتقي في حلقة مقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة